المدرسة الجيدة المدرسون المتميزون الأدوات الدراسية أمور يبحث عنها الآباء استعدادا لدخول أبنائهم المدرسة لكنها مع هميتها لا تكفي وحدها للقيام بواجب تربية الأبناء فتربية الأبناء أخلاقيا وسلوكيا أمانة يقع تحملها أول ما يقع على عاتق الوالدين في المنزل فالرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها فمراعاة الأطفال تبدأ منذ الصغر وقبل دخول المدرسة بغرس معاني المراقبة والخشية لله تعالى وتعليمهم قراءة القرآن الكريم وبعضا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتربيتهم على الآداب الإسلامية في الطعام والشراب والاستيقاظ والنوم وغيرها وإشعارهم بأهمية الصلاة على وقتها بالقدوة والحث العام وكذلك إسماعهم القصص الإسلامي والتربوي مما يغرس في الأطفال مفاهيم عظيمة وينمي فيهم جوانب الخير والصلاح ولا ينتهي هذا الدور التربوي للوالدين بدخول أبنائهم المدرسة بل يضاف إليه توجيه الأبناء إلى احترام وإكرام المعلمين وتحفيزهم على اختيار الأصدقاء المنضبطين أخلاقيا وسلوكيا والمتابعة لما يتلقونه في المدرسة من دروس وأفكار وإتاحة الفرصة للعب بما يتماشى مع حاجة الطفل وسنه مع انتقاء الألعاب المفيدة وتجنب الألعاب المحرضة على العنف وسوء الخلق مهمة الوالدين إذا جسيمة وواجبهما كبير يقول ابن القيم رحمه الله فما أفسد الأبناء مثل تغافل الآباء وإهمالهم فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة وكل هذا عواقب تفريط الأباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح اشتركوا في القناة